كلما مر الوقت وطال عمر الميليشيا الانقلابية تصبح الفوضى مشهدا يوميا وتتفاقم معاناة ملايين اليمنيين تنزلق البلاد من منعطف إلى آخر وتصبح حياة المدنيين ألعبة لفوهات البنادق بأيدي مافية إجرامية يطول ليل الطغيان والاستبداد العنصري ومظاهر الفوضى دون إشراقة أمل باستعادة اليمن وعودة الحياة إلى طبيعتها هنا وعلى بعد أمتار فقط من إدارة أمن منطقة رداع في البيضاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوفية هجم مسلحون حوفيون محلات صرافة وتحويلات مالية ولم يكتفوا بإغلاقها بل أكدوا بصمتهم العبثية من خلال إطلاق الرصاص على المحلات وهنا في صنعاء تتكرر حملات المداهمة من قبل الميليشيا الحوفية للأسواق والمحلات التجارية همجية وعنف من قبل عصابة انقلابية أسقطت الدولة وداست على القوانين والأعراف لتعيش مأزقا حرجا اليوم حيث تتواصل ممارساتها المعبرة عن طبيعتها وسلوك العصابات لن تستمر طويلا تزداد الميليشيا غطرسة ولهوا بالنيران مستعرضة عصاباتها وجرافاتها لترويع المدنيين ومراكمة مزيد من ضحايا الانتهاكات الحوفية هذا العنف المفرط يروع المدنيين كما يستهدف التجارة والأسواق لكنه يراكم أيضا عوامل السخط الشعبي ويجابه أحيانا بانتفاضات صغيرة لتجار بعض الأسواق كما في هذه المشاهد التي التقطت لأحد أسواق صنعاء ذات يوم في يوليو عام 2019